ماذا عليك أخي المؤمن أختي المؤمنة أن نتوجه بالدعاء إذا جاءتك نعمة فارفع كفة ضراعة وقل لك الحمد يا حبيبي يا حبيبي لك الحمد عدد خلقك لك الحمد زنة عرشك لك الحمد مداد كلماتك لك الحمد يا حبيبي حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا من رزقني لسانا ذاكرا أنت من الذي أعطاني قلبا خاشعا أنت أنت الحبيب وأنت القريب وأنت المجيب إذن أذكر النعمة واذكر المنعم لأنه هو الذي تفضل عليه إياك أن تدعي أنك أنت النعمة جئت بها أنت بزكائك بقدرتك بمالك بسلطانك وإذا ابتليت ابحث عن السبب لما العقاب لأنني عصيتك يا حبيبي فأسألك أن تكون توبة اسأل الله في الرخاء يذكرك في الشدة لذلك أخوة الإيمان الدعاء الدعاء ما هو هو عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى هو وسيلة لتناجي فيها من أحبك ما أجملك حاول أن تجلس خمس دقائق في كل ليلة قبل أن تنام اجلس وناجي الله تحدث مع الله أوقات الدعاء اختارها عندما تسجد عندما تسجد اسجد لله وقل إلهي سجد وجهي لك إليك السجود أنت يا رب يا معبود سجد لك وجهي خضعت لك أعضائي يا حبيبي ما وقف ببابك سائل وسألك إلا أعطيته وما استجارك مستجير إلا أجرته وها أنا يا حبيبي جئتك يا الله ما سألتك مالا ما سألتك جاها إنما أسألك رضاك والجنة أعوذ بك من سخطك والنار أعني على طاعتك على الوجه الذي يرضيك منه توجه بدعائك بقلب مشلاه بقلب خاشع خاضع